بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الغزالة ديالي السلام عليكم كيف تيرين لابس عليكم نتمنى كلكم تكونوا على خير وباخير إن شاء الله الرحمن الرحيم تحت الطلب العديد من الأخوات اللي قالوا لي زيدنا من الحلويات البسيطة ودوازتاي ديال الزمن الجميل بغيت نقترح عليكم اليوم هاد غريبة ديال العسل اللي هي غريبة ديال الزمن الجميل غريبة اللي كتفكرنا في الطفولة وفي الحلويات اللي كانوا كيحضروا لنا الأمهات ديالنا غريبة اقتصادية سهلة سارية بمقادير بسيطة ومضبوطة ومتوفرة إن شاء الله في كل بيت كتوجد في آخر لحظة تنفع الضيوف الغفلة كتجي بنينة مقرمشة محمرة مشققة كيف ما كتشوفوا معايا ومرملة من الداخل فعلا كتدوب في الفن غريبة اللي تستحق التجربة فابقوا معايا نشوفوا المقادير والطريقة بإذن الله بسم الله بالنسبة للمقادير عندي هنا يا جوج ديالو بيدات متوسطات الحجم كأس إلا ربع سقر سندة أو سقر حبيبات كأس إلا ربع زيت نباتية عندي هنا العسل نوعية جيدة وعندي رشة ملح كيس من سقر فانيلا وهنا خميرة الحلويات أو باكين بودر ثمانية جرام بالنسبة لتقيق أنا عبرت نصف كيلو أو خمسمائة جرام وغاتين شوفوا إن شاء الله يعني الخليطة ديالنا شحل غياخد معنا ديالتقيق غنوريكم كل شيء بالتفصيل إن شاء الله ندوزوا دابا الطريقة بسم الله في واحد الإناء حطيت البيض رشة ملح وغاتين ضيف عليهم كيس ديالسكر فانيلا وغاتين خفق العناصر بواحد الخلاط اليدوي أو الفوي ممكن تستغنوا عليه وتتعملوا اليد فقط ضفت كذلك السكر وغادي نستمر في الخفق مزيان خلطت العناصر مزيان ومن أحسن أخواتي السكر أو السكر حبيبات أو سندة يكون ديالنوعية اللي رقيقة ما يكونش غلاد فضروري ما نخلطه مزيان حتى يدوب لنا مع هذاك الويد سافي استمرت في الخلط وضفت هنا يا زيت نباتية ونخلط نيتم مزيان تتخلطوا لهذا العناصر وغادي نضيف العسل أنا هنا استعملت العسل الحر يعني العسل البلدية يمكنك تستخدمه كل واحد وعلى حسب اللي متوفر عنده ضفت مع القاة كبيرة ونسب بالضبط في هذا القياس هذا وغادي نخلط ضروري ما نخلط مزيان البنات باش ديالعسل يدوب لي مع ديال الخليط دياله بايد وسكر والزيت بالنسبة للعسل كيف ما قلت اي نوعية كتوفر عليها ديروها انا كنتوفر عليها ديرتها يعني ماشي ضروري تقيدو ب يعني ضروري خاص يكون العسل الحر الا كيبقى اختياري تقدروا ديرو اي نوعية اخرى ديالعسل بعدما خلط لعناصر مزيان ضفت واحد الكاس ديال دقيق وضفت فوق منه قياس ثمانية جرام ديال الباكين بودر او الخاميرات الحلويات وكننخلطها كبيدي غير شوية بشوية كنضيف الدقيق نصيحة لبنات وياكم ديرو الدقيق من الول بساف راهي لقصحت لكم ما غاديش تستقش لكم هاد دوازتي هادا نتمنى غير تبعوا يعني الوصفة فرا هي ناجحة وسهلة ان شاء الله هنا كيف كتشوفوا العجين تجمع لي ولكن اليد اللي كتنخلط به راه تلاسق فيه العجين بزاف اذا البنات هنا غا نغسل يدي ونرجع عاد نشوف شوفوا هنا البنات فاش غصلت يدي وارجعت نجمع راه ما كيلتاسقش باليد يعني ديما العجين او القوامد العجين نجربوه باليد اللي مخدمنا جبه داروري داروري القوام يبقى على هات الشكل هادا تريها كايا وارطب كنتمنى البنات يكون واضح القوام ديال العجين ونصيحة دائما نجربو بليد اللي ينقيا حيتاش اللي كان خدمو بها كيكون داجا لاصق فيها الخليط وكيبقى وحنا كان عجنو كيزيد يلتسق هادا العجين اللي بنات را مدلكتو مولو غير جمعتو فقط وداروري تحافظوا هادا القوام بالنسبة لدقيق استعملت نص كيلو بقالي من هادشي نتمنى يكون واضح يعني بحال تقريبا استعملت خمسات الكيسان من هادا بقالي هاكا يعني بحال اربعات الكيسان ونص إذا بغينا نقولو مهم القوام ها هو البنات كيف كتشوفوا واضح العجينة كتبقى رطبا كن اكد عليها ما تقصحوهاش ما غادش تستقنكم ما غادش تجيكم زويناء العجينة ضروري تبقى لينا ورطبا بالقوام اللي شتو معايا في الفيديو ونجح معاكم ان شاء الله سافي اخواتي غطيت العجين ديالي بواحد بلاستيك باش مينش فليش خديت طاوى ديال الفرن فرشتها بورق الطبخ وكن حاول نشكل كويرات متوسطة الحجم مهم الحجم انتوما اللي بغيتو كيبقى حسب الرغبة ديالكم انا دلتو حجم متوسط غريبة يعني كتكون بين بين الحجم ديالها غريبة يعني كيبغيها صغيرة وكيبغيها كبيرة يعني كل وحدة والاختيار ديالها انا هنا استعملت فقط ليد اللي خافتي جيها شي كبير وشي صغير ممكن تدير الميزان ودير نفس القياس انا هنا سافي يعني معودة عليها هكايا غير بالليد كيبال اللي راني واخدع نفس عيني ميزاني كيبال اللي راني واخدع نفس الميزان يعني وجوني كلهم قد قد سافي اخواتي هنا كيف كتشوفو كنستمر في تشكيل ديال هاد غريبة ديالي كنكورها ونحطها ما كنبسطهاش بيدي ما كنقرسهاش بليدي ديالي فقط كنخليها هكاك مكورة يعني مقببة هكاك وكنستفطة ووضروري ما تخليوا واحد المسافة ما بين كل وحدة ووحدة هيرا ما كتلسقش وما كتسيحش ولكن ملا احسن نخليوا ديك المسافة سافي اخواتي بعد ما سليت غريبة ديالي كلهم او تشكيل ديال العجين كله في هاد سليفة كيف كتشوفو عندي شوية ديال قهوة سريعة دوابان مع قطرات ديال الخل حركتهم على مدابو وضفت عليهم بيضاء كنحاول نخفق قليلا فقط بواحد الشوقة او الفوغشيت غير شوية حيث ما حاجتيش بالبيدي ديالي الرغوة سافي وغادي مبطأ كندهن دوك الوحدات بواحد شيتا هكا كندهن مزيان من جميع الجوانب باش يجيني فيها ديك اللون موحد بعد ما سليتهم البنات بالدهن خليتهم غير واحد دقيقة او ما كاملاش ولي تعاود تدهنتهم باش يختلي ديك اللوين زويون ويجيبين فيهم ديك اللون ديالوبيد رغم ما كنجيش فيهم الزفرة ديال البيضة البنات اللي بغد دهنهم غير مرة واحدة مش مشي مشكل المهم ديك الزفرة ديال البيض رغم ما كندهن فاش نديرو قطرات ديال الخل وممكن تستعملوا البيض مع الكاكاو اللي ما بغدش تدير نيس كافي ديرو مع الكاكاو يعني اللون اللي غادي يعجب لها اللون اللي غاي يعجبها هي سافي غم قمسة مرة هكا حتى نكمل الوحدة تكون هون بالتهن والفرن عندي مشعول قبل على مية وتمانين درجة دخلت الطاوة ديالي لتحت كيف مش شو التحت قاع على مية وتمانين درجة النار شعلا من الفوق ومن التحت غادي نخليها حتى تبدأ تحمر غادي تنفخ هنا كيف ما كتشوفوا تنفخات وتشققات في هات الحالة هدي بالضبط غادي نهز وتلواجه ديالها ركيبا انشف غادي نهز الطاوة وغنطلع هالفوق هانتو ما كيف كتشوفو هنا قربت هالشيها الفوقانية باش فقط يتحمر الواجه من اللي تحت رهي محمرة لوجه ديالها راه هو تشقق وتنفخات يعني تفقعت طلعت هالفوق فقط تكملت حمر وخرجتها غريبة ديالي بعد ما خرجتها من الفورن هذا هو الشكل ديالها راكد شي في هذيك اللون موحد وغزال محمرة من التحت من الفوق واخذة لون واحد اه الماطق ديالها زوين البنات اه يعني دوزتين اللي اقتصادي وتقدروا توجده في اخر لحظة ينفع لوليدتنا كتعجبهم بزف اللي نحنا الكبار مع كويس ديالتاي او القهوة الضيوف الغفلة خصوصا انها كتوجد في وقت قياسي ما كتاخدش الوقت ما كتاخدش مجهود المكونات كانضر متوفرة في كل بيت اه كنتمنى تجربوا الوصفة ديالياليوم انا متأكدة غادي تعجبكم هاد الكيمية البنات انا استعملت نفس نصف عفوال المقادير اللي بغات التوبر المقادير غادير ربعات البيضات كاسونس كار كاسونس زيت جوج اكياس فانيلا ثلاثة المعرق ديال اللاسل جوج باكين بودر يعني المجموعة 15 غرام ودقيق راني ووريدكم القاوام شوفوا معي البنات هنا ضروري ما كان نهرس معكم او نكسر معكم وحيدة بشوفوها من داخل ركت جي مرملا وشيشا كدوب في الفم وصراحة ازوينا كنتمنى انكم تجربوها واتبارتاجوا معي التطبيقات ديالكم ما تنسونيش البنات من لايك وانتم ما كتشوفوا الفيديو لايك البنات الله يجازيكم بخير وتعليق والبرتاج علاش الله اه الى هنا اخواتي غادي نكونو وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى نكون عند حسن ضن ديالكم نكون خفيفة دريفة على قلوبكم واي سؤال او استفسار خليوه ليه في التعليقات او في الانستغرام او الفيسبوك وان شاء الله نجاوبكم عليه اه نتمنى الوصفة دياليوم بتنال اعجابكم متنسونيش من لايكات وغنقلكم بسلامة تلاولي فراسكم وفيديو اخر بإذن الله